بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة الصف التاسع في الوحدة الثامنة بعنوان التكاثر ودرسنا لليوم هو التكاثر في النبات الجزء الثالث أهداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن أولا يعرف عملية الإخصاب في النبات الزهري ثانيا يصف كيفية حدوث عملية الإخصاب في النبات الزهري ثالثا يستنتج أن الإخصاب يؤدي إلى تكوين البذور والثمار رابعا يصف دور الثمار في انتشار البذور التمهيد من خلال ما تعلمته في درس الانقسام المنصف في الخلايا الجنسية في الإنسان أكمل المخطط التالي إليك المخطط عزيز الطالب ونبدأه ب التكاثر الجنسي في الإنسان ينشأ من اندماج أحسنت عزيز الطالب ينشأ من اندماج المشيج الذكري أن أي أنه أحادي المجموعة الكروموسومية مع نعم أحسنت مع المشيج الأنثوي أن وهو أيضا أحادي المجموعة الكروموسومية وذلك لإنتاج أحسنت عزيز الطالب وذلك لإنتاج البويضة المخصبة تو أن أي أنها ثنائية المجموعة الكروموسومية في المقابل درست أن التكاثر الجنسي يحدث في النبات وبناء عليه أجب عن الأسئلة التالية إليك السؤال الأول ماذا تسمى عملية انتقال حبوب اللقاح من العضو الذكري أي الطلع في الزهرة إلى العضو الأنثوي أي المتاع أحسنت تسمى عملية التلقيح وهذا ما درسته سابقا والآن إلى السؤال الثاني ماذا تتوقع أن تسمى العملية التي تلي عملية التلقيح في النبات الزهري تسمى هذه العملية بعملية الإخصاب فما المقصود بها وكيف يتم حدوثها وما أهميتها هذا ما سنتعلمه في درسنا لهذا اليوم فلنتابع معا الإخصاب في النبات الزهري عملية الإخصاب هي اندماج نواة حبة اللقاح مع نواة البويضة لتكوين اللاقحة أي البويضة المخصبة والآن هيا لنتعرف كيفية حدوث عملية الإخصاب والآن عزيز الطالب أدرس الشكل ثلاثة في الكتاب صفحة 74 وقرأ الفقرة الأولى ثم أجب عن الأسئلة التالية ها هو الشكل الثلاثة الممثل أمامك والآن إلى السؤال الأول ماذا يحدث عند استقرار حبة اللقاح على الميسم؟ أحسنت تكون حبة اللقاح انبوبة اللقاح لاحظ عزيز الطالب هنا استقرت حبة اللقاح على الميسم وهنا ما يمثل انبوبة اللقاح التي تكونت مجرد استقرار حبة اللقاح على الميسم والآن إلى السؤال الثاني ما الذي ينتقل عبر انبوبة اللقاح وصولاً للمبيض؟ نعم تنتقل نواة حبة اللقاح أن وهي أحادية المجموعة الكروموسومية إلى أن تصل لنواة البويضة أن وهي أيضاً أحادية المجموعة الكروموسومية والآن إلى السؤال الثالث كيف يتكون الزائجة أي البويضة المخصبة وهو ما يمثل عملية الإخصاب؟ أحسنت من خلال اندماج نواة حبة اللقاح مع نواة البويضة فتنتج البويضة المخصبة أي اللاقحة 2N وهي ثنائية المجموعة الكروموسومية إذن تتمثل عملية الإخصاب في النبات الزهري بما يلي أولاً تكون حبة اللقاح انبوبة اللقاح عند استقرارها على ميسم الزهرة ثانياً تنتقل نواة حبة اللقاح أي أنها أحادية المجموعة الكروموسومية عبر انبوبة اللقاح لتصل إلى نواة البويضة أي أنها أيضاً أحادية المجموعة الكروموسومية لاحظ هنا عزيز الطالب هنا انتقلت نواة حبة اللقاح عبر انبوبة اللقاح ووصلت إلى نواة البويضة والآن إلى الخطوة الثالثة تندمج نواة حبة اللقاح مع نواة البويضة لينتج الزائجة أو اللاقحة أي البويضة المخصبة توأن وهي ثنائية المجموعة الكروموسومية لاحظ هنا هذا ما يمثل البويضة المخصبة والآن تنمو البذرة من البويضة المخصبة ها هي البذرة التي تكونت والآن عزيز الطالب ادرس السؤال التالي استقرت حبة لقاح من زهرة لون بتلاتها أحمر على ميسم زهرة من نفس نوع ذلك النبات لون بتلاتها أصفر وبعد إتمام عملية الإخصاب نمت بذرة ونتج نبات جديد لون أزهاره برتقالي كنتيجة للتكاثر الجنسي ماذا نستنتج من ذلك؟ لاحظ الأشكال التالية التي تمثل ما حدث أحسنت ذلك يعني تنوع صفات الفرد الناتجي من التكاثر الجنسي بسبب توارثه الصفات من كلا الأبوين بمعنى أن التكاثر الجنسي يسهم في تنوع صفات الأفراد الناتجة تكون البذور أين تتكون البذور؟ قبل الإجابة عن السؤال لاحظ الأشكال التالية إليك الشكل الأول ها هي الثمرة وها هي البذرة وإليك الشكل التالي هنا أيضا البذرة نعم أحسنت تتكون البذور داخل الثمار من المعلوم لديك عزيز الطالب أن الكثير من الكائنات الحية يعتمد في غذائه على ثمار العديد من النباتات والآن دعنا ندرس الأمثلة التالية إليك المثال الأول ما مصير البذور التي توجد داخل تلك الثمار التي يقولها الطائر ها هي صورة الطائر وها هي الثمار التي يتناولها أحسنت تطرح البذور التي لا يتم هضمها في الفضلات والآن إلى المثال الثاني صف ما يقوم به السنجاب في الصورة إليك الصورة الأولى وإليك الصورة الثانية أحسنت إنه يدفن الثمار بما تحوي من بذور لتناولها لاحقا وإذا كانت الظروف مناسبة فإن البذور تنبت مكونة نباتا جديدا ملخص الدرس الإخصاب في النبات هو اندماج نواة حبة اللقاح مع نواة البويضة لتكوين اللاقحة أي البويضة المخصبة وتتمثل عملية الإخصاب في الخطوات التالية أولاً تكون حبة اللقاح عند استقرارها على ميسم الزهرة إنبوبة اللقاح لتصل نواتها من خلال الإنبوبة إلى البويضة ثانياً تندمج نواة حبة اللقاح مع نواة البويضة لينتج الزائجة أو اللاقحة أي البويضة المخصبة ثالثاً تنمو البذرة من البويضة المخصبة ويتضخم المبيض بعد الإخصاب ويتحول إلى ثمرة كذلك يسهم وجود البذور داخل الثمار في انتقالها من مكان لآخر عبر الكائنات الحية والآن عزيز الطالب سننتقل إلى التقويم وحل الأسئلة وإلى صفحة 79 من كتاب العلوم المدرسي وسؤال أجب عن الأسئلة الآتية فرع تسعة من هذا السؤال وضح المقصود بكل من بي الإخصاب أحسنت هو اندماج نواة المشيج الذكري مع نواة المشيج الأنثوي لتكوين اللاقحة أي البويضة المخصبة والآن إلى سؤال رقم 13 من نفس الصفحة لماذا يعد التكاثر الجنسي في النباتات أحد العوامل التي ينتج عنها تنوع في الصفات الناتجة؟ أحسنت لانتقال الصفات الوراثية من كلا الأبوين وليس من فرد أي أب واحد تابع معنا عزيز الطالب وأجب عن الأسئلة الآتية هل يمكن حدوث عملية التلقيح في النبات دون حدوث إخصاب؟ وضح إجابتك أحسنت نعم حيث يمكن حدوث انتقال لحبوب اللقاح من مدك الزهرة إلى الميسم دون حدوث اندماج بين نواة حبة اللقاح ونواة البويضة وإليك سؤال آخر كيف تتكون بذور النباتات؟ أحسنت عزيز الطالب عند اندماج نواة حبة اللقاح مع نواة البويضة ينتج الزائجة أي البويضة المخصبة ثم تنمو البذرة من البويضة المخصبة حيث تتكون البذرة داخل الثمرة ولنتابع معا عزيز الطالب حل الأسئلة أجب عن الأسئلة الآتية وإليك السؤال التالي إذا علمت أن عدد الكروموسومات في البويضة المخصبة في أحد أنواع النباتات الزهرية هو 38 كروموسوم ما عدد الكروموسومات في كل من المشيج الذكري والمشيج الأنثوي؟ أحسنت عزيز الطالب عدد الكروموسومات في المشيج الذكري وهو هنا حبة اللقاح هو 19 كروموسوم وعدد الكروموسومات في المشيج الأنثوي وهو هنا البويضة هو 19 كروموسوم وعند اندماج نواة المشيج الذكري ونواة المشيج الأنثوي تنتج البويضة المخصبة وهي تحمل مجموع الكروموسومات أي أن عدد الكروموسومات في البويضة المخصبة سيصبح 38 كروموسوم والآن إلى سؤال آخر ماذا تتوقع أن يحدث في حال لم تتكون إنبوبة اللقاح عند بدء عملية الإخصاب؟ أحسنت لن تصل نواة حبة اللقاح إلى نواة البويضة وبذلك لن تتكون البويضة المخصبة وهذا يعني عدم حدوث عملية الإخصاب ومع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته